وجه الرئيس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزراء المعنية بهدف تفعيل التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي في هذا الشأن كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات المشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحفل الوطني